اشتركوا في القناة الدخول الى موقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياج الاجتماعي المعروف اختصارا بكنوبس هذا الفيديو سوف اشرح فيه ان شاء الله كيفية الدخول الى موقع كنوبس الذي هو www.knops.org.ma لماذا سوف اشرح لكم لماذا اولا للتعرف على وضعيتك وتعويضاتك والمجموعة من الاشياء التي تهموا وضعيتك في الصندوق مثلا اول شيء سوف تلاحظ هنا اذا انا اخفيت معلومات الشخصية حفاظا على سيريتي بطبيعة الحال الآن لاحظوا معي هنا الاسم وفي الاسفل droit ouvert يعني الوضعية هي وضعية عادية يعني لا يوجد مشكلة ليست متوقفة واستفيد من خدمات الصندوق سوف يفيدك التسجيل في الموقع كذلك تعرف على وضعية ملفاتك الصحية مثلا لدوسي كوتيا ديبوزي وكنوبس رقم الملف التاريخ الاستقبالي الاستفادة الفريء انغاجي وهكذا ثم البرزة ان شارج يعني البرزة ان شارج اللي كنت اضعت وتريد الاستفادة مجموعة من الاشياء تخص خدمات الصندوق والتي تستفيد منها وتريد التعرف عليها من منزلك دون التنقل سوف يفيدك الموقع في يعني بعد التسجيل فيه تعرف عليها مباشرة دون الحاجة الى التنقل الى مقر او فرع الصندوق اذا قبل البدء ان شاء الله في شرح كيفية التسجيل في موقع كنوبس حب هذا لو وضعت امامك بطاقة انخيرات في الصندوق الوطني المنظمة الاحتياط الاجتماعي المعروفة كنوبس يعني توضعها امامك لأنك سوف تحتاجها لمجموعة من المعلومات المتواجدة بهذه البطاقة يعني عند فتح الموقع سوف تحتاج الى رقم تسجيل يعني اماتركulation وستحتاج الى رقم الانخيرات كما تتضيح الى رقم تحضر على الانخيرات المتواجدة الافلياسيون ديالك في ورقة إذن هذا فقط للتوضيح ولتسهيل العملية عليك إذن على بركة الله إذن أتوجه إلى محرك البحث جوجل وأكتب ببساطة كنوبس 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 إذن هنا لاحظوا معي كنوبس أضغط كنوبس أورج بواما لاحظوا معي إذن أنتظر تحميل الصفحة الخاصة بالصندوق إذن الصفحة الرئيسية لكنوبس أو المعروف كاس نشنال ديالك 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 إذن إذن سوف تتوجه مباشرة إلى هذه الخانة لاحظوا معي وحركوا الفأرة إذن أتوجه يعني فضاء المؤمنين أو ما إذن أضغط أكي لاحظوا معي أنقر على espace assuré الصفحة الموالية هي هذه إذن أضغط على أكسد أو سير 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 أكسد أو سير 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 لماذا الولوج إلى الخدمات عن بعد أولين إذن تيان جوك نعم إذن كما قلت أنا الآن بصدد التشجيل في الموقع يعني يعني ليس لدي حساب سابق إذن كما قلت أقوم بكتابة رقم تسجيل هو عبارة عن ستة أو سبعة أرقام أو ما شاء إذن هي مدونة في بطاقتك ثم أذهب مودو باس يعني القن السري أو الرقم السري أو le code إذن أضغط على مودو باس أوبلي سوف تقول لي أنا لا يوجد لي مودو باس ليس لدي مودو باس ليس لدي قن السري نعم فقط سوف أشرح لك لماذا إذن أضغط بعد كتابة رقم تسجيل إمتركي أضغط على مودو باس أوبلي سوف تظهر لي صفحة أخيرة لاحظوا معي أنا لم أدون القن السري فقط ضغط على مودو باس أوبلي تظهر لي هذه الشاشة فيها ثلاث مراحل سوف أملأ ثلاث خانات يعني المرحلة الأولى فقط رقم البطاقة الوطنية نميرو دو كارت ناشيونال دي دوت تي إلكتروني أقوم بكتابة أفوا كتابة رقم البطاقة وأضغط على سويفون يعني التالي لأمر إلى المرحلة التانية لاحظوا معي لاحظوا معي المرحلة لاحظوا معي لأمر لأمر لماذا أعطيتني هذه الكتابة لأنني لا أكتب شيئا حفاظ على السريات المعلومات الشخصية إذن أضغط على ترمينة لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي رقم البطاقة الوطنية ثم تمر إلى المرحلة التانية سوف تملأ رقم التسجيل أفلياسيون كل المعلومات التي سوف تطلب منك موجودة في بطاقة الإنخراط ومباشرة بعد الضغط سوف يعطيك الموقع رقمك السري وهكذا تنتقل للصفحة الرئيسية من بعد لاحظوا معي صفحة الرئيسية وتضغط على اسباس أسيري سيرفيس أونلين وتالج إلى لاحظوا معي أنت تكون قد دونت يعني رقمك السري في ورقة وتأتي إلى الموقع وتقوم بفتح حسابك الشخصي هذا ما في الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته